لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة أما بعد فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصله من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السماع وقد أمر الله به في كتابه وأثنى على أهله وأخبر أن البشرى لهم فقال تعالى واتقوا الله واسمعوا وقال تعالى واسمعوا وأطيعوا وهذا يطلق على فهم معاني الكلام والاستجابة له هذا المعنى المأمور به اتقوا الله واسمعوا أن يسمع يفهم ويتحرك قلبه ودوافع إرادته للاستجابة ويستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم مقصود سمعنا ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به الكتاب والسنة وأطعنا فهمنا واستجبنا استجابت القلوب ونفذنا بالطاعة فعلا واسمعوا وانظرنا من أجل أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم وأقوالهم يسمعوا الأقوال وينظروا الأعمال لكي يوجههم فيها ويعلمهم خطأها من صوابها ويعلمهم ما يجوز منها وما لا يجوز ما يحل وما يحرم وقال تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فبشر الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يستمعون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويفهمونه ويتبعون أحسن ما أنزل إليهم من ربهم وقال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فهذا الاستماع المأمور به أن نستمع كلام الله عز وجل وننصت نفهم ونتدبر ونتعلم وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إذن فالمؤمنون من أهل الكتاب المسلمون الموحدون منهم كان سماؤهم لما أنزل إلى الرسول قال وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلا على علم الخير فيهم جعل الإسماع منه كونه أسمعهم عز وجل والسماع منهم أنهم سمعوا وقبلوا فهموا واستجابوا جعل الإسماع منه سبحانه وتعالى والسماع منهم دليلا على علم الخير فيهم على أن الله يعلم فيهم الخير وعدم ذلك دليلا على عدم الخير فيهم قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فالكفار لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لأفهمهم ولكن هو عز وجل علم أن هذه النوعية من الناس أن هؤلاء الكفار مآلهم إلى أنهم لو فهموا وأيقنوا وعلموا الحق تماما لأعرضوا عنه والعياذ بالله لتولوا وهم معرضون فهي نوعية خبيثة والعياذ بالله دل ذلك على أن من علم الله فيه خيرا أسمعه أفهمه وأن من سمع واستجاب ولم يعرض ولم يتولى فإن فيه الخير لكن لانعدام الخير في الكفار لم يسمعهم لم يفهمهم عز وجل مع وجود الحاسة التي يكلفوا بناء عليها فالإنسان توجد عنده حسة الأذن وإمكانية الفهم ولكن لشدة إعراضه أحيانا عن الرغبة في سماء الكلام كأنه يسمع أصوات لا معنى لها من شدة بغضه للمتكلم من شدة عذاوته له لا يفقه شيئا من كلامه ولا من الحجج التي يلقيها عليه فهذا حال الكفار عندهم عقول تدرك وآذان تسمع ولكنها لا تفهم علموا معاني الكلام بلغتهم لو أنهم تدبروا لكنهم من شدة كراهيتهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون يستمعون كأنهم كالبهائم والعياذ بالله كما قال عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا وأيضا يقع ذلك من شدة الانشغال والغفلة كما يجلس الكثير مثلا في الدرس لكنه لا يكون منتبها يكون مشغولا بأنواع من المشاغل الأخرى يجلس في الخطبة يسمع الخطبة وقلبه لا يلتفت إلى شيء مما يقوله المدرس أو الخطيب فهذا لماذا لأنه مشغول بأمر آخر فلو قلت له ماذا كان يتكلم فيه هذا المتكلم لقال لا أدري مع أنه عنده آلة السم وفي نفس الوقت عنده العقل الذي لو استعمله أدرك به ومع هذا فلا يفهم شيئا وهناك من يفهم لكنه يصر على الباطل الذي هو عليه والعاذ بالله وهذا من من قال الله فيهم ولو أسمعهم أفهمهم لتولوا وهم وعرضون وأخبر عن أعدائه أنهم هجروا السماع ونهوا عنه فقال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغربون الذين أنهون عن سماع القرآن ويحاولون أن يلغوا ويأمرون النسى باللغو عند تلاوة القرآن وعند قراءة القرآن ليصرفوا الناس عنه أو عن معانيه فهم من هؤلاء الأعداء الذين كفروا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن الذي ينهى عن سماع القرآن ويأمر باللغو عند تلاوته هو من الذين كفروا يقول فالسماع رسول الإيمان إلى القلب يشبه الإيمان بالمرسل يرسل رسولا إلى القلب ليفهمه ويبين له ويبلغه تلك الرسالة فسرعان ما يصل بالسماع إلى الإيمان يصل الإيمان إلى القلب بالسماع إذا سمع آيات الله فالسماع رسول رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه داعي الإيمان إلى القلب ومعلم ذلك القلب وكم في القرآن من قوله أفلا يسمعون أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فالسماع أصل العقل الذي يتعقل الكلام لا بد أن يسمعه أولا ويفهمه وأساس الإيمان السماع أصل العقل وأساس الإيمان الذي انبنى عليه وهو رائده وجليسه ووزيره الرائد الذي يرتاد له يرتاد له يعني يسير أمامه يبحث له عن المكان المناسب فالسماع أنت تستمع هذا وهذا وهذا تنتقي لقلبك أي المنازل ينزل أي مكان وأي فهم وأي علم يأخذ ولذلك هو رائده وجليسه معه أثناء استغفر الله معه أثناء يعني مجالسته للإيمان فالسماع مستمر كان في البداية يتقدم ثم هو معه كذلك وهو كذلك يعينه يقوي القلب على معاني الإيمان يقول ولكن الشأن كل الشأن في المسموع وفيه وقع خبط الناس واختلافهم وغلط منهم من غلط ماذا نسمع هناك كل الناس لهم مشارب شتى في السماع لا يكادون يستغنون عن السماع هذه المعازف في المشارق والمغارب والأغاني وأصوات النساء وأصوات التلفونات المحمولة التي نسأل الله أن يعافينا منها ومن شريها خصوصا في وقت الدرس فهذا يعطل السماع النافع حقيقة هذا يعطل السماع النافع لأنه بلا شك أثناء مثلا تلاوة الآيات ثم تسمع صوت موسيقى عجيبة وبهذه الطريقة لا شك أنها ستقطع على القارئ والمستمع والإمام والمأموم تفكيرهم وتدبرهم بلا تردد فالناس يسمع لابد لهم من سماع لكن ما هو الذي يسمع هناك من يسمع والأشعار هناك من يسمع بذف ومن غير ذف هناك من يسمع بآلة ومن غير آلة وهناك من يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك يقول الشأن كل الشأن في المسموع يقول وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنها تحريكه بناء عليها يعني عنها يعني بناء على سماعي أو فهم هذه المعاني تنبيه القلب على معاني المسموع وإلا فمجرد الصوت لا فائدة منه إذا لم يكن له معنى لا يستفيد الإنسان شيئا من صوت لا يدري عنه شيئا إلا لو كان إشارة إلى أمر ما مثلا البهائم قد تنتفع بصوت معين يعني عندها معنى لما يقول الحمار مثلا إيه حاء مثلا أو للفرس شيء فهو بيسمع صوت معين يدرك معنى معين يقول له هسي وما توقف مثلا فلابد أن يدرك معنى الإنسان ربنا خاصه بأعظم يعني خاص من الخلائق وهو ساعة الفهم والقدرة على الكلام ما هيش أصوات مجردة لا ده هو كل المعاني التي يريد التعبير عنها يعبر عنها بالإيه بالكلام وكذلك يوصل إلى القلب ولذلك تعلم الإنسان ما لم يتعلمه غيره من الكائنات لأن عنده قدرة على الفهم على السماء الذي يترتب على الفهم يترتب عليه الفهم حقيقة السماء تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنها طلبا وهربا وحبا وبغضا إذا معاني الخير يطلبها ويحبها ومعاني الشر يهرب منها ويبغضها سمعوا النافع يعني يقولوا فهو أحد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه يعني لو قلنا إن هناك معاني معاناة تزعج القلب وتحببه في أمر معين زي مثلا أغاني العشق مثلا وأغاني تهيج حول الحب دي بتخليه يطلب ليه أمر النساء ويبغض من يحرمه منهن وليتلك تجد الناس اللي تقول له مثلا شغل القرآن لو سمحت يقول لك لا ما عنديش وحنا نفدر نشتغل طولنا لأنه هو هنفدر طول النهار نسمع قرآن لأنه هو خايف أنه أحب شيئا وأبغض من يحرمه منه وكذلك طلب شيئا وهرب من ضده فالمؤمن يسمع سماعا نافعا يطلب الخير والإيمان والهدى وطاعة الله وطاعة الرسول ويحب ذلك والسماع القرآني وسماع الحديث النبوي وسماع ما يذكر بهذه المعاني في الجملة ده ضمن السماع لأن توضيح معاني الكتاب والسنة هو من ضمن السماع المطلوب يننبه القلب على معاني المسموع حتى يحب الخير ويبغض الشر يطلب الخير ويهرب من الشر فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه ممكن واحد وطنه الخبائث فالسماع بتاعه حيقود إلى إلى ذلك الأغاني القبيحة المنكرة والعياذ بالله وسماع القصص الخيالية وسماع الألفاظ النبية والقبيحة التي تحث على الفساد كل ذلك يحدو القلب إلى ذلك الموطن والمألف ولذلك تدد لا يمكن أن يجتمع في القلب النوعان يعني مش ممكن هيجتمع في القلب واحد يسمع القرآن ويحبه ويرغب فيه ويطلب ما المعاني التي يعني يرغب القرآن فيها وفي نفس الوقت تجد يسمع أغاني أغاني العشق مثلا وأغاني الغرام وحب الخمر مثلا والألفاظ المنكرة التي يستعملها الفجر والفسق في يومهم ونهارهم وليلتهم في الإشارة إلى معاني الشهوات لا يمكن لا يقع ذلك في أمر في قلب إنسان لأن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه ده يطرد لما يسمع الأمر يسمع القرآن يكره ما يضد ولو سمع ما يضد يكره سماع القرآن يقول أصحاب السماع منه من يسمع بطبعه ونفسه وهواه فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه ما يوافق نفسه ما يوافق نفسه الأمر بالسوء ما يوافق الشهوات واحد بيحب مثلا كما ذكرنا الخمر مثلا فيسماع القصائد في 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 الثناء على الخمر وفي الترغيب فيها وليه لو أحد بيحب النساء والأغلب الأعمى في ذلك الشهوات النساء والمردان ونحو ذلك ومنهم من يعني يكون عنده مثلا شدة وغلظة يريد سماع أصوات هي في الحقيقة نوع من التعذيب أصوات عنيفة جدا بعض بعض الفرق التي تعزف أصوات ححادة جدا يعني تساهم على عبادة الشيطان هناك من يعني أخبر أنهم أنه أدمن على سماع مثلا كل أوم ثلاث ساعات من الموسيقى الصخبة جدا لابد أن يضعها في أذنيه دي مما يسمعها من يسمونهم عبادة الشيطان ولا يعذب الله حتى تعود على ذلك وناسب هذه الأصوات القبيحة المنكرة ولا يعذب الله قال أصحاب السماع منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه فهذا حظه من مسموئه ما وفق طبعه ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله من يسمع بمقتضى حاله حاله مع الله عزيلا الأحوال القلبية بمقتضى حبه وخوفه ورجاء بمقتضى معاني الإيمان الموجودة في قلبه من التصديق بوعد الله عز وجل والرغم فيما عنده ومعرفته بالله عز وجل وعقله عن الله أوامره فهذا يفتح له فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومدته بقدر قوة الإيمان حسب استعداد هذا الشخص للفهم ومنهم من يسمع بالله لا يسمع بغيره مستعينا بالله عز وجل حتى يفهمه الله ما لا يفهم غيره وربما أسمعه أصواتا لا يسمعه غيره كما في الحديث الإلهي الصحيح الحديث القدسي فبي يسمع وبي يبصر وهذا أعلى سماعا وأصح من كل أحد لأنه يسمع بالله مستعينا به مخلصا له يسمع لله عز وجل بإخلاص وفي نفس الوقت يستعين بالله سبحانه وتعالى حتى يجد ويفهم من آيات الله عز وجل ما لا يجده ولا يفهمه غيره يقول والكلام في السماع مدحا وذم يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته وسببه والباعث عليه وثمرته وغايته فبهذه فبهذه الفصول الثلاثة وهو صورة المسموع وحقيقته سببه والباعث عليه ثمرته وغايته لما ترى تحقيق صورة المسموع يعني نوع المسموع وحقيقة هذا ما الذي يسمع ثانيا لماذا تسمع ما الذي بعثك على أن تسمع هل الهوى هل الرغبة في التعلم هل الرغبة في القرب من الله هل يريد مثلا أن يسلي نفسه عن محبوب مثلا أو عن يريد أن يهيج غاية معينة كل سماع له سبب وباعث ثم النتيجة التي أثمر هذا السماع ثمرت هذا السماع وغايته على سبيل المثال حفلات الماجنة الفاحشة اللي يعودوا من يسمعوا موسيقى مثلا فضيعة جدا ويسمعوا أغاني كده ثم يهيج كل منهم بعد ذلك إلى فعل الفواحش وشرب الخمور مع شدة الثمر التي أثمرها هذا السماع في سماع القرآن يثمر ماذا في القلب يثمر دمعا في العين خشوعا في القلب حبا لله عز وجل ده أنواع من كل عشان تنظر ما المسموع ثم ما الدافع الذي أدى إليه ثم ما الثمر التي أدى وصو يعني الثمر التي أنتجت والغاية التي وصل إليها هذا السماع لتعرف إنه هيمدح هذا السماع أم يذم هذا السماع وذي قضية عظيمة الأهمية لذلك الكلام على الأغاني والموسيقى والحاجات مبنية على على هذه الثلاثة على إيه السبب أنت بتسمع إيه هنوصل لفين ما الذي يؤدي إليه هذا السماع ثم بعد ذلك تمدح هذا السماع أو تذم يقول فأما المسموع فعلى ثلاثة أضرب ده الحقيقة المسموع أولا أحدها مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به عباده وأثنى على أهله ورضي عنهم به ما هو هذا الذي أمر الله به ما أنزل إلى الرسول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونه تفيض من الدم الثاني مسموع يبغضه ويكرهه ونهى عنه ومدح المؤردين عنه اللغو وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه سماع الباطل سماع الكذب سماعون للكذب ولذلك سماع الأغاني وسماع الأفلام والمصرحيات والمعاز في كل ذلك داخل قل للناس ده ده مما يحبه الله عز وجل مما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه مما مدح الله عليه وولا مما يبغضه على أقل حاجة لأنه لغو فضلا يكون كذبا فضلا يكون مهيجا إلى المنكرات الثالث مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه ولا مدح صاحبه ولا ذمه فحكمه حكم سائر المباحات من المناظر والمشام والمطعومات يعني هنقول حكم أكل اللحم مثلا زيها بقى سماع مثلا صوت العصافير الحسنة الصوت مثلا سماع الإنشاد الحسن المعاني لكنه يتلذى بالصوت الحسن فيه سفر مثلا فيه جهاد في عرس أو نحو ذلك وهناك هذا المباح يمكن أن يكون طاعة بالنية وبما يؤدي إليه هو في نفسه كلام مباح لكن يمكن إن أعان على طاع يصير طاع إن كان يستعمله في وقت استحبه الشرع فيه فإنه يكون مستحبا أو استعان به على أمر من الأمر يقول حكمه حكم سائل المباح المباحات من المناظر واحد ينزل المنظر الطبيعي مثلا ممكن يجعل هذا النظر عبادة ممكن مباح بيستليح لمنظر البحر والسماء وممكن يتدبر فيها يوم ياخد ثواب يا رهب من آيات الله عز وجل وكذا المشام والمطعمات الرائحة طيبة واحد بيستعملها بهذه الطريقة مباحة واحد بيستعملها عشان يوم الجمعة مستحب أنه يتطيب يوم الجمعة أو إذا التقى بالمسلمين في تجمعهم في العيد أو في غيره من التجمع حتى يوجد منهم ريح الطيبة فهذا أمر يثاب عليه من هذا الباب وكذا المطعمات والملبوسات المباحة فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم وحرم ما أحل الله ومن جعله دينا وقربه يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله وشرع دينا لم يأذن به الله وضاهأ بذلك المشركين ويجعله أنه الصوت الحسن سماع هذه هو الطريق الموصل إلى الله يجعله هو الطريق الذي يصلح به القلب هذا أمر مباح لأنه لو استعمله على وجه يؤدي إلى طاعة كان كذلك لكن يكون هو الطريق الموصل إلى الله أو يجعله هو الطريق الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى ربما يفضله البعض على سماع القرآن فهذا شرع دينا لم يأذن به الله يقول فصل فأما النوع الأول فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه وأمر به وأثنى على أصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام سبيلا وهم القائلون في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السهير وهو سماع آياته المتلوة التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بنائه وهو على ثلاثة أنواع سماع إدراك بحاسة الأذن وسماع فهم وعقل وسماع فهم وإجابة وقبول والثلاثة في القرآن فأما سماعوا الإدراك ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمن الجن قولهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به إذا أول حاجة سمعوا وبعدين فهموا فأدركوا أنه يهدي إلى الرشد وبعدين آمنوا عند ذلك إنا سمعنا قرآن عجبا هم كانوا لسا أمنوا هم كانوا لسا يعرفوا القرآن هم يدوروا من أجله حرشة السماء فواجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فبدأوا يسمعون فعند ذلك أدركوا أنه يهدي إلى الرشد لأنهم فهموا الكلام فآمنوا وقوله تعالى يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وعلى طريق المستقيم فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة وأما سماع الفهم فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة إما نتيجة الإعراض زي ما قلنا عداوة المتكلم فعشان كده مش عايز يفهم منه أو غافل غافل لأنه مشغول بكلام تاني واحد مشغول دلوقتي هو قاعد معنا أنه هيعمل إيه في البيت هيعمل إيه في المشكلة اللي عنده هيعمل إيه في الحاجة اللي هو عايزها وعشان كده ما انتبهش وعشان كده ضاع منه نص الكلام ربع الكلام كل الكلام حسب نصيبه زي أن الواحد يقرأ ممكن يقرأ وهو عمل يقرأ إيرات الجرائد كده وخرج من الزاعة من غير ما يستفيد ومن واحد تاني بيقرأ وهو بيه بيفهم واحد أرى نص فهم فهم ربع وهكذا قال المنفي عن السماع الفهم فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة بقوله تعالى فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مذبرين سمهم صم لا يسمعون لأنهم لا يفهمون لا تسمع الموت لهم الكفار كما قال سبحانه وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرر وما يستوي الأحياء ولا الأموت وقال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فيبقى الموت هنا مخصوب بهم الكفار فإنك لا تسمع الموت شبههم بالموت في عدم السماء وهذا دليل على أن الموت في الأصل لا يسمعون وقوله تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القور فالتخصيص هؤلاء لإسماء الفهم والعقل وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحجة لا تخصيص فيه يعني الأصم الذي لا يسمع يقوم يقوم له عذر عند الله يقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا فما فهمش فما أدركش دعوة الإسلام نتيجة من بيسمعش معذور يحتج عند الله ويقبل الله عذره ويرسل إليه هو والأحمق والهرم والذي لم يأتيه رسول أن يدخلوا النار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلامة ومن لم يدخلها سحب إليه لكن اللي قامت الحجة إذن بليه بسماع الإدراك وما أرسلنا من رسوله إلا بلسان قومه ليبين لهم وجود العقل الذي يدخل به الإنسان بشترط أن يفهم بعد كده بشترط أن كل من وصل عليه بحاسة السمع وعنده العقل يفهم بل عامتهم لا يفهم ولكن عندهم الأهلية لذلك التي قامت بها الحجة ومنه قوله تعالى من هذا النوع من سماع الفهم ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم واردون أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لا أفهمهم وإلا فهم قد سمعوا سمع الإدراك ولو أسمعهم لتولوا وهم موردون أي ولو أفهمهم لمن قادوا ولن تفعوا بما فهموا لأن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوا وأما سماع القبول والإجابة الثالث سماع الإدراك سماع الفهم سماع القبول سماع القبول والإجابة في قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين أنهم قالوا سمعنا وأطعنا فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة والتحقيق أنه متضمن للأنواع الثلاثة وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع بآذنهم وفهموه بعقولهم واستجابوا له بقلوبهم وجوالحهم ومن سمع القبول قوله تعالى وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم قابلون للمنافقين كما قال عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فيها تفسير تفسير الأول فيكم من يقبل كلامهم لأنه يحسن بهم الظن فإذا قبل كلامهم أفسدوا عليه أمره أفسدوا عليه دينة وطاعته أفسدوا عليه طاعته للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجعلوه يستجيب من كثرة الحث على المعصية القول الثاني وفيكم سماعون من أجلهم سماعون لم يسمعون الكلام ليوصلونه لكم جواسيس وعيون فيتسمعون الكلام ليبلغوه لرؤوس النفاق قال هذا وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم هذا أصح القولين في الآية وأما قول من قال عيون لهم وجواسيس فضعيف فإنه سبحانه أخبر عن حكمته في تثبيطهم عن الخروج بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد والسعي بين العسكر بالفتنة وفي العسكر من يقبل منهم ويستجيب لهم فكان في إقعادهم عنهم لطفا بهم ورحمة حتى لا يقعوا في عانة القبول منهم وأما اجتمال العسكر على جواسيس وعيون لهم فلا تعلق له بحكمة التثبيط والإقعاد ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم وهو سبحانه قد أخبر أنه قد أقعدهم أنه أقعدهم لألا يشيعوا لألا يسعوا بالفساد في العسكر ولألا يبغوهم الفتنة وهذه الفتنة إنما تندفع بإقعادهم وإقعاد جواسيسهم وعيونهم وأيضا فإن الجواسيس إنما تسمى عيون هذا المعروف في الاستعمال لا تسمى سماعين وأيضا فإن آذى نظير قوله تعالى في إخوانهم اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت أي قابلون للكذب والمقصود أن سماع خاصة الخاصة المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة إدراكا وفهما إدراكا وفهما وتدبرا وإجابة وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا السماع وهو سماع الآيات لا سماع الأبيات وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء وسماع المراشد لا سماع القصائد وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين فهذا السماع حاد يحد القلوب إلى جوار علام الغيوب وسائق يسوق الأرواح إلى ديال الأفراح ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات إنسان باش عنده إرادة يسمع موعظة يسمع آية يسمع حديثا يستثير هذا الساكن من عزماته ليتحرك يصبح عنده عزيمة قوية وإرادة جازمة في التقرب إلى الله ومناد ينادي للإيمان ودليل يسير بالركب في طريق الجنان وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فالق الإصباح حي على الفلاح حي على الفلاح أقول قوله هذا أستاذ الله نعم القلم أحد اللساني الأصم إذا كان يفهم بالكتابة هل يكلف نعم لأن القلم أحد اللساني مين ده لأحمق عن المجنون لو هو رفض في القيامة نعم الظاهر كتب اللي ينفع يتسركه لسماعي وأخلاص أليس الحيوانات أمم الأمثالون كما قال الله عنهم فهم يدركون كلام الصالحين والأنبياء ويفهمون عنهم لا ليس كل شيء يفهمون فقد قال الله عز وجل عن الكفر إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل فإذا الأبائم تسمع بعض الأشياء تفهم بعض الأشياء وليس كلها أما الهدود والنملة فعندهم إدراك ولا يلزم ذلك أن كل الأمم أو كل الكائنات تفهم بنفس الدرجة وأحد سامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب فسكن نعم هذا صحيح ولكن ليس كإدراك البشر بلا تردد يقول الأمر رأينا الأسد الذي يذكر الله عند كل أذان في تركيا أنا معرفش إيدا من اللي كاتب المعلومة دي إيه بقى فيها دي سامعوه دا أم اللي يجبتو فين من نت برضي يا دي النت دا بيقول الله أكبر أم اللي يبقى أنا لم أرى ذلك رجل هم بالزنا ثم واطئ أمرأة وبعد ذلك اكتشف أنها زوجتها ما حكمه ليس عليه حد الزنا ولكنه آفن في هذه النية والعذو الله